السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد لبرج الدلو يوم الاثنين خمسة شباط فبراير انتقال عطارد لبرج الدلو رح يكون صباح يوم الاثنين خمسة اثنين اللي هو شهر شباط فبراير الساعة خمسة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يظل في حركة أمامية حتى الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح يوم الجمعة ثلاثة وعشرين اثنين بعدها القمر بده ينتقل من الدلو للحوت إذن من يوم خمسة اثنين لا يوم ثلاثة وعشرين اثنين هو موجود في برج الدلو كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة الفكرية ونقل أفكارنا للغير وبرضو تقوية الذاكرة والذكاء والكتابة والتحليل وقوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات الاتصالات اللي هي الهواتف أجهزة الكمبيوتر الأمور اللي زي هيك والمواصلات اللي هي سيارات أو أي شيء يتعلق بالمواصلات صفات كوكب عطارد طبعا لما بيكون إيجابي بيعطينا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وأيضا عشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور بدقة وكثرة الحركة ولكن لما بصير منتحس أول شغل بيعطينا إياها العصبية والإنفعال والتهور رح يشعر موليد برج الدلو بقوة الفكر والقدرة على الإدراك وإقناع الأغير بوجهة نظرهم وبتزداد الرغبة لدى موليد برج الدلو في المطالعة والدراسة والجراء اتصالاتهم والقيام بالسفريات والاهتمام بالإلكترونيات والسيارات بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية الأخرى لهم الجوزاء والميزان وأيضا الناري لهم الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما نولد كان موجود عنده عطارد في ساعة ولادته في برج الدلو عشان نحدد قوة مكوته في برج الدلو هل سيكون إيجابي أو يكون سلبي التحذيرات من الأمور الخطرة؟ طبعا لازم ننظر للزوايا لأنها هي بالأساس اللي بتعطي النظر الأولى للفترة القادمة بتتركز على إيش ولازم ننتبه من إيش أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي في نفس يوم الانتقال يعني مجرد ما دخل عطارد على الدلو بيشكل زاوية اقتران مع بلوتو اللي موجود في أول درجة فعشان هيك هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم ضعف في القلب أو عندهم نسبة الكوليسترول أو عندهم قابلية صير معهم أزمات قلبية أسبابها العصبية أو برضو حوادث عن طريق النيران بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان ممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون يوم عشر اثنين بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن أن يعرضنا للمشاكل مع العدالة في هاي الفترة يجب تجنب توقيع الوثائق المهمة أو تدقيق فيها بشكل كبير خصوصا قبل هذا التاريخ وبثلاث أيام وبعده بثلاث أيام لهي مدة تشكل هاي الزاوية ونحاول أنه ما نقوم باستثمارات أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية دولياً بالدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو ممكن يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحاف للمقاضاة أمام العدالة كما قد يكون جدل حول بعض القضايا الدينية والعقدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي أيضاً زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون يوم 17-2 بتصيبنا حالياً من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما أنه بتجعلنا عصبيي المزاج من ارتكب الأخطاء ومنتهور هذا وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة هذا وقت غير صالح للشراكات يعني حاولوا قدر الإمكان قبله بثلاث أيام وبعده بثلاث أيام من تشكل هاي الزاوية إنه يعني ندقق بالتفاصيل وإذا بنقدر نأجل بيكون أفضل بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالباً بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين كما أنها بتشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل في بلد ما كما أنها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصاً حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال بالنسبة للأشخاص اللي بين ولدوا بيكون عطارد موجود عندهم في برج الدلوهد ولا عندهم قوة حدث وعالية جداً وإلهام وتفكير وتواصل خارق للعادي يعني للناس العاديين بتحليل الأشخاص باستشعار الخطر باستشعار المستقبل بتوجيههم لخطوط معينة فعشان هيك يعني الحدث والإلهام يعني هاي هي مصدر أفكارهم بكل شيء طيب إيش التأثيرات الآن بعد معرفنا أنه الزوايا كلها اللي رح تتشكل هي سلبية طبعاً في زوايا رح تتشكل مع القمر إيجابية فعشان هيك يعني بتخفف من وطقة هذا الاحتدام بالسلبية ولكن أنه بظل أنه بأغلب هاي الفترة رح يكون منتحس فيها طيب إيش تأثيراتها على الأبراج الأخرى وكل برج إيش بده يأخذ الإيجابيات وما من إيش بده يحذر هي نفس اللي أنا رح أذكره بتأخذه من ناحية إيجابية وناحية سلبية ولكن التأثير العام لوجوده في برج الدلو بيكون على هاي الأمور برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بيميله لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء ممكن تتعرف على أصدقاء جدد أو ممكن تتلقى أخبار سارة عن أصدقاء بقيمه بعيد أو خارج البلاد وممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاءك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل وعلاقاتهم مع المسؤولين ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفوذ برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة بينشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة والهجرة والأوراق والمعاملات اللي تتعلق بنفس الموضوع وبيستفيدوا التجار اللي بيعملوا في مجالات الاستيراد والتصدير هاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة لإدخال تحسين عليها وممكن تجدوا بعض الحلول السريعة للتخلص من الديون أو النفقات أو تفاوض في مسائل تتعلق بالمال أو إلك ديون أو مستحقات بالطالب فيها برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بيميلوا لتبادل الأفكار والآراء مع الشركاء شركاء العمل أو شركاء العاطفة أو ما بين الأزواج وبتكون علاقاتكم مع أزواجكم أو شركاءكم يعني مرضية ولكن شوي ممكن يصير يحتد من النقاش أو يحتد النقاش ما بينكم هاي فترة مناسبة لتسويت الخلافات والنزاعات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء أفكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل بيصير فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل وإنجاز بعض الأعمال المهمة أو النقاشات أو المقابلات في بعض الأوقات بتشعر بالمتعة وبتزيد حيويتك وصحتك أيضا ولكن انتبه من خلافات أو سوء تفاهم أو مشاحنات مع زملاءك بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد نشاطاتكم الأدبية وحث أولادكم على الدراسة بتعرف نوع من أنواع اللقاءات الممتعة وبكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة هاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع تتعلق بيا بالمنزل يا بالعقارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بيكون النشاط عالي جدا عندكم بالسفر والاتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عند الطلاب يعني أفكار للمطالعة وهي فترة يعني في قسم منهم ممكن يفكروا بشراء سيارة أو أجهزة إلكترونية أو كمبيوتر هاي فترة مهمة للقيام بأسفار ودراسة وعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنصب أفكارهم حول أفضل الطرق لكسب المال ممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك أو ممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعني هنا بتتمتع أنت بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وإقناع الآخرين بوجهة نظركم برضو بتتمكنوا في إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجدوا سهولة في متابعة دراستكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بينجذبوا للمواضيع الغامضة في الحياة أكثر من السابق وبيحاولوا إدراكها ابتجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقكم هيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر